اهلا بكم نفت وزارة المالية في العراق نيتها رفع قيمة الدنار أمام الدولار الأمريكي في موازنة عام 2022 وأضافت الوزارة أن لا صحة للأخبار المتداولة بشأن يعادتها سعر صرف الدولار إلى 120 ألف دينار في الموازنة المقبلة يأتي ذلك بعد أن نشرت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أخباراً تفيد بوجود مناقشات جارية في وزارة المالية لإعادة سعر صرف الدولار إلى 120 ألف دينار أعلنت وزارة النفط الحالية انتهاء ما سمتها أزمة الوقود المفتعلة متعهدة بملاحقة أصحاب المحطات الأهلية المخالفة وأكدت الوزارة في بيان أنها تتابع الشكاوى والإجراءات القانونية في المحاكم المختصة والمتخذة بحق إدارات وأصحاب المحطات الأهلية المشيدة بالمخالفة للتعليمات في المقابل ما زالت محطات تعبئة الوقود تشهد الزحاماً خانقاً وسط تكرار شكاوى المواطنين من شحي تجهيز الوقود في بغداد والمحافظات الجنوبية خفض البنك الدولي توقعاته لنمو دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العام المقبل بسبب عدة عوامل أبرزها مخاطر التضخم الناجمة عن تجديد السياسة النقدية عالمياً وتوقع البنك الدولي أن ينمو اقتصاد دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 5.2% في عام 2022 لا سيما دول مصدرة للنفط إلا أن هذا النمو سينخفض في العام المقبل بسبب استمرار الإضطرابات في سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار المواد الغذائية وتدعيات كورونا الاقتصادية المحتملة أكد صندوق النقد الدولي أنه سيخفض تقديراته للنمو العالمي لعامي 2022 و2023 بسبب حرب روسيا على أوكرانيا وأضاف البنك أنه سيخفض توقعاته لنمو في 143 اقتصاداً تمثل 86% من الناتج الاقتصادي العالمي على الرغم من أن معظم الدول في العالم يتسبب في انتكاسة هائلة للدول على الرغم من أن معظم الدول ستحافظ على نمو إيجابي مشيراً إلى أن الغزو الروسي لأوكرانيا يرسل موجات صدمة في أنحاء العالم بسبب ذلك ويتسبب في انتكاسة هائلة للدول التي تكافح من أجل التعافي من تدعيات فيروس كورونا التي لا تزال مستمرة نتابع مع المشاهدين كرام أسعار العمولات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وصلنا إلى نهاية مجهز الأخبار اقتصادية إلى اللقاء